اشتركوا في القناة يعني بيدل على السعي للتحصيل الرزق وطلب الحوائج وقضاءها اللي لم يكن طبعا معه سيول يعني فده بشرة خير للرأي فالمطر في المنام او اللي يشوف ان هو بيمشي تحت المطر في المنام من الاحلام المبشرة بقرب الفرج وبتغيير حياة الرأي للأفضل من الاحلام المبشرة بالرزق القريب جدا بإذن الله هيغير حياة الرأي للأفضل إلا إذا كان مع هذا المطر ضرر هيصيب الرأي يعني بمعنى يعني لو شفت ان انت ماشي تحت مطرة والمطرة دي كانت خفيفة وهادية ده بيبشرك بتحقيق أمنياتك بيبشرك برزق قريب جدا بيبشرك بإن في دنيا مقبلة عليك بكل خير إلا إذا كانت المطرة دي شديدة وكان مع سيول أو كان مع راعد أو برق هنا بتكون رؤية غير محمودة وتعزيرية للرأي فالماشي تحت المطر عموما في المنام يعني بيدل على رحمها تصيب الرأي بفضل دعاء ورؤية الماشي تحت المطر يعني للغاني ربما يعني قد تدل على تقصيره في أموره الزكاة رؤية الماشي تحت المطر للفقير يعني بتدل على رزقه للمسافر تعطيل سفره رؤية حامل الشمسية عند يعني اللي شوف نفسه مثلا ماشي تحت المطرة وكان مسك شمسية في المنام بتدل على وجود ما يحول بين الرأي ورزقه وهنا بتكون رؤية يعني تحذيرية للرأي إنه هو يحاول يقرب لربنا حز وجل قدر المستطاع علشان ربنا حقاله اللي هو يتمناه يحاول الرأي إنه هو يبتعد عن أي شيء غير جيد في حياته علشان حياته ما تتدمرش وعلشان ربنا حقاله اللي هو بيتمناه أيا كان سواء كان متعلق بمال أو بزواج أو بحل مشكلات موجودة في حياته اللي هو يعني وأي شخص يشوف إنه هو بيمشي تحت المطر وهو سعيد في المنام بيدل على نيل الرحمة بيدل على تحقيق أمنيات الرأي إلا إذا كان الرأي ماشي تحت المطر وكان خايف وكان بيشعر بالبرد وهنا بيدل على وقوع مصائب أو مشاكل أو هموم هيتعرض لها الرأي أما اللي يشوف إنه هو بيمشي تحت المطر وكان بيبكي بيتبشر إن شاء الله باقترب الفرج بيتبشر إن شاء الله في دنيا مقبلة عليه بكل خير واللي يشوف إنه هو يعني بيدعي تحت المطر في المنام بيتبشر إن شاء الله باستجابة تتعاق وتحقيق أمنياته أيا كانت ربنا بشركم بكل خير أتمنى لو أي حد عنده حلم أو رؤية وعايز يفسرها ياريت اكتبها لنا أسفل الفيديو ما تنسوش تشيركم في القناة وتفعروا الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس وإلى اللقاء في ديو أخر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة